تلقى الرئيس عبد الفتاح أسيسي اتصالا هاتفية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وصر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاتصال شهد تأكيد محورية العلاقات المصرية الفرنسية تطلع رئيسين لمواصلة العمل المشترك لتعزيز أوجه التعاون الثنائي في شتى المجالات وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تضمن تبادل الرؤى بين الرئيسين إزاء عدد من القضايا الإقليمية والدولية وعلى رأسها تطورات الأوضاع في قطع غزة حيث استعرض الرئيس السيسي جهود الوساطة المصرية المستمرة للتواصل لوقف فوري لإطلاق النار وتبادل المحتجزين مطالبا بأهمية تكاتف الجهود الدولية لإنجاح مساع الوساطة وإصال المساعدات الإنسانية بالكميات الكافية تخفيفا للأوضاع القاسية التي يعاني منها أهالي القطاع نتيجة للعمليات العسكرية الإسرائيلية من جانبه ثمن الرئيس ماكرون الجهود الدأوبة التي تبدلها مصر منذ اندلاع الأزمة واتفق الرئيسان على أهمية تكثيف العمل الدولي المشارك بهدف منع توسع الصراع وإنزلاق المنطقة لدائرة جديدة من الصراع غير المحسوبة مشهددين على ضرورة دفع مسار حل الدولتين الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية وفقا لقارارات الشرعية الدولية باعتباره المسار الأمثل لتحقيق الأمن والاستقرار المستدمين في المنطقة ترجمة نانسي قنقر